تصريحات عنصرية بحق طالب لجوء أو اللاجئين العرب في الدول الأوروبية سياسيون وصحفيون أطلقوا تصريحات عنصرية ضد لاجئين من العراق وسوريا وأفغانستان فمنهم من رأى أن الذكاء والحضارة صفتان ملازمتان للأوروبيين فقط ومنهم من ظن أن أصحاب الشعر الأشقر والعيون الزرقاء أعلى شأنا من ذوي البشرة السوداء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة